السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد النهاردة تم الاعلان عن الحكومة اللذيذة الجديدة والتشكيل الجديد اللذيذ بتاع حكومة السيسي العظيمة ما كانش يهمنا من الحدوثة دي كلها اللي هو وزير الدفاع واللي طبعا السيسي عملت وسطها لذيذة وضرب كرسي في القلوب وجاب لك عبد المجيد سقر بس قبل ما اقول لك كده اقل لك فيه كنبيلة تانية ومنفجأة تانية حصلت دلوقتي حالا وهو وقت ما مسجلك الفيديو ده تم الاضاحة باسامة عسكر من رئاسة الاركان اسامة عسكر كده خد الصابونة واللبس الجلابية هيعينه مستشار لرئاسة جبريل اللي هو اي كلام يعني المهم ايه هو لبس الجلابية كده اه طبعا اسامة عسكر اه شفنا الموقف اللي حصل قبل كده لما تم اقالته احنا طلعنا اقولنا الخبر وبالفعل لكن حصلت ضغوط خارجية وضغوط من الجيش على السيسي عشان يرجعه لكن واضح ان السيسي الوقتي تمكن تماما من الجيش ليه بقى اقول لك تمكن من الجيش دلوقتي السيسي عنده نستالجيا وزير الدفاع عنده نستالجيا السيسي بتاع الفين وتلاتاشر فهو اه واضح ان هو كان كارزمة اكتر والناس كان بنحبه اكتر وكانت الناس بتاتف بيه فعني بعد احداشر سنة حس ان هو كان طبعا كان فضل وزير الدفاع كان احسن له وكان اكرام له وكان اشرف له فهو بعد حبه للموضوع ده حاب يرجع تاني وزير دفاع دلوقتي تقدر اقول لك النهاردة بتعيين عبد المجيد ساق السيسي بقى وزير دفاع مصر ورئيس جمهورية طبعا ومش ما اقول يعني واحد زي كامل الوزير هياخد وزارتين النقل والصناعة والسيسي بقى رئيس جمهورية بس لا هو طبعا اسيسي بيخطط للموضوع ده من زمان وهو ان هو يتخلص من كل الناس اللي ساعدته في الانقلاب على الدكتور مرسى عشان بس نبقى منتفقين طيب ليه جاب عبد المجيد ساقر عبد المجيد ساقر ده اولا جاي من البيت يعني ايه جاي من البيت او معنى زحك اللابس الجلبية كان سايا بالجيش وسايا بالمجلس العسكري فالراجل مالوش علاقة وبعدين هو اشتغل شغل الاداري اللي هو اشتغل كمحافز السويس ودي طبعا ظاهرة غريبة اول مرة تحصل ان هما يجيبوا حد من البيت وزير الدفاع لكن زي ما قلتلك طبعا حتى مالحوش ايفول اقول ده بدلة الزابط يعني راجل بقى له كتير مالبيش بدلة زابط فهم تلاقيهم ايفول بدلة زابط من اي حتة جابها له من شارع ابعزيز ولا مشاربي ولا من الموسكي المهم يعني عشان يلبسها وهب يحلي في اليمين النهاردة فهو زي ما قلتلك هو اسيسي جاب حد مالوش جدور لجدور في الجيش ولا فروع في الجيش ولا لو اي حد في الجيش ولا يعرف حاجة عن الجيش هو جايب بس حاجة كده ايه يويو صغير كده محتوط عشان يبقى اسمه وزير دفاع زي بالزبط تقدر تقول كده هو عدل منصور جديد بس ده في الجيش وفقا للجيش قبل كده جبنا عدل منصور رئيس جمهورية المرة ده جبنا عدل منصور في الجيش فالحقيقة طبعا آآ موضوع اسامة آآ عسكر والاطاحة بيه هيبقى له مردود يعني ما اظنش ان هيبقى له مردود وهتقول لي بقى غضب والكلة كلهم كلهم بيصبحوا بحمد السيسي والسيسي ما كانش هيجرق وياخد خطوة زي كده الا ازا كان مأمن نفسه تماما من برا وجوه دي كل الحدوتة وسلام ونشوفكم في دي